سطاع شاب البحريني حسين بدران يبحر حول البحرين لمدة خمسة أيام تجديفاً قاطعاً بذلك أكثر من مئة كيلومنتر حسين خاض هذه التجربة بهدف الترويج لرياضة التجديف في مملكة البحرين وتعريف مواطنيها ومقيميها بفوائرها الصحية والنفسية الزميلة شوق العثمان تنقل لنا هذه التجربة في التقرير التالي مترنحون بين الأمواج ومستقيم في اتجاه الهدف الذي يصف إليه يقلب حسين بدر المياه في اتجاه حلمه الذي روده منذ أن فتح عينه ولمست قدمه شواطئ البحرين شفت قوارب الكايك اللي هم قوارب التجديف وحبيت تجرب فشريت لي قوارب صغير وبدأنا نطلع فيها الطلعات فزدنا على الجري والسيكل والسباحة زيت رياضة التجديف هذه كانت الرياضة وعغم بحثت عن رياضة أكثر في الانترنت وهذه شفت في العالم رياضة منتشرة والكل اللي شارك فيها الكبار والصغار والرجال والنسوان فهني بدأ صار عندي حلم رياضة التجديف نشأت مع الانسان ومع بداية صنع القوارب وتطورت مع تطور الحاجة البشرية لكن لدى حسين بدأت هذه الرياضة منذ أن عاشق البحر وعاشق التجول وسط هدوئه ومساره لمتناهي من أول ما بديت الرياضة كان عندي حلم أن يصير عندنا نادي تحت مؤسسة رياضية عشان نقل نطور الرياضة طبعا نحن في بداية المشوار توهم الناس صارت عارف عن رياضة التجديف الكايك ومع الستانداب هادل بورد هذا النشاط يتطلب تحركات ثارمة من جميع أجزاء الجسم ولا تقتصر هذه التحركات على الجسد فقط إنما نفسيا أيضا بالابتعاد عن العائلة والأرض والتواجد لأوقات طويلة وسط الأمواج شهر خمسة هالسنة قررت أنا وصديقي أن نطلع في رحلة مغامرة شوي قررنا ناخد فرع البحرين بالقوارب الستانداب هادل بورد للقوارب الواحد يوقف ويجدف خذت الرحلة خمسة أيام تمنا نجدف من الصبح لمضغيب الشمس وكنا نوقف في أي ساحل نحصل وكنا ننام هناك على الساحل ونواصل يوم الثاني طبيعي كان مع ترتيب وتنظيم على خفر السواحل تحاول بحرين للرياضات البحرية كنا على التصال بشكل يومي كل يوم صبح ظهر والمغر مع خفر السواحل فكان يعرفون بالضبط وين كنا طبيعي لتشجيع الرياضة ياخر واجه الوقت مني أنا عندي غير ثمان ساعة الدوام عقب الدوام بعد لازم أضحي وعطي من وكتي لتشجيع الرياضة مصر على تحقيق حلمه رغم كل المصاعب التي مر بها ولازال يمر فيها مؤكدا بذلك أن الشغف يبني الحلم وإن مر وقت طويل على تحقيقه واقعيا شغل عثمان لمركز الأخوار تلفزيون البحرية